وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تموينية بمضبوطات 343 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 78 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 205 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن من الإسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 728 قضية من بينها 225 قضية خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات